السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب صرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين اليوم في عنا شغلة مهمة جدا لازم أنت تطبقها في جهازك وكل واحد يفتح جهازه ويتطلع داخل جهازه أي جهاز أندرويد حتى أنه يحافظ على جهازه وما يندمش قبل ما يفوت الأوان أنا قبل هيك اندمت بعد ما فات الأوان فأنت قبل ما يفوت الأوان لأنه أنا مرت بهذه التجربة خلينا نجي نشوف التفاصيل يا غلين اضغط إعجاب للفيديو وانتظر نهاية نجاي ورجعنا لكم نجديد صلو على سيدنا محمد الله ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الآن لو أجينا للجهاز أنا جايب لك الآن براند سامسونج وجايب لك براند شاومي لو أجينا على الجهاز اللي معنا نيجي على الإعدادات ونيجي هنا في البحث نكتب كلمة العثور تمام هتجي تلاقي في عندك خيارين الخيارين كلهم زي بعض هتيجي على أول واحد تتأكد أنه أنت مفاعل الأول والتاني والتالت الخيار التالت العثور بدون اتصال الانترنت يعني بد يحاول يجيب لك جهازك بدون اتصال الانترنت الأول بد يعتر على الجهاز وبعدين رسالة الموقع تكونوا نفاعلهم التلاتة هدول طبعا الأولى والتاني هتلاقيهم زي بعض هتيجي للتالتة طبعا هدول تبعات لسامسونج أكاونت في عندنا هنا العثور على جهازي بتفاعلها أيضا تستخدم بصمة الإصبع وهاي بصمة الإصبع تمام الآن هنا فعلنا العثور على الجهاز عشان أنت يمعلم بكرة ما تقولش تقول واحد واثنين والحقون الجهاز ضاعه ما لحقتوش والحرام سرقه ومن هالكلام ممكن يكون ضايع في الضار كمان وتقدر تلاقيه في هذه الحالة وفي عندنا هنا كمان خيار أنه أنا بقدر أبحث عليه تطبيق العثور على الجهاز من التطبيق ومن الويب يعني لو جيتها هنا هتلاقي فيه أقدر على أدخل على جوجل بلاي لما أجابها صبعا من جهاز تاني على جهازي لما يضيع هذا تابع على جوجل بتقدر تثبتها عندك وتبحث عن جهازك لما الجهازك لا سمع الله يضيع أو واحد هفلكية هنيجي الآن نطبق على جهاز من أجهزة شاومي هنيجي على الإعدادات وبعدين بتنزل معي هنا على بصمات الأصابع وبيانات الوجه وقفل الشاشة هتيجي تنزل تحت على حاجة اسمها الخصوصية بعد الخصوصية لاحظ معي هنا في تاني واحدة العثور على جهاز الميزة مفاعلة طبعا ممكن تلاقيها مش مفاعلة بتروح بس فقط بتفاعلها هيك انت الآن حميت حالك علشان تلاقي جهازك طبعا ممكن تدخل عن طريق التطبيق التطبيق اللي حكينا عنه قبل شوية مثلا أنا استخدم هذا الحساب حط كلمة المرور بقوله عشان أنا نستخدمه تمام هاي حدد لإسم الجهاز وهنا بقولك ستظهر هنا أجهزة الأندرويد والأجهزة الملحقة المتصلة بها التي تمت إضافتها إلى تطبيق العثور على الجهاز ممكن تجي تفتع عن طريق الويب عادي من غير تطبيق تحدد موقع حقا هيقولك هنا تم تحديد موقع الجهاز الخطوة اللي بعدية هنيجي بعد الإعدادات هنبحث هنا في كلمة العثور هيطلع لي هنا العثور على الجهاز والعثور على الجهاز والعثور على جهازي تمامiel لأول واحدة هنيجي نفاعل هنا العثور على الجهاز هيظهر لي الثلاث شغلات هذول هنفاعلهم الثلاثة هنقول له منح. هيقول لي تذكر كلمة المرور وحسابك المي. هتقول له موافق. الان هاي حسابك. الان حط له الرقم السري تبعا. هاي حطت الرقم السري. هقول له حسنا. جاري تشغيل العثور على الجهاز. تمام. العثور على الجهاز مشغل. الان انا شغلت العثور على الجهاز من شاومي ومن الاندرويد من جوجل. يعني من التين تين. صار عندك الخيار الان مفتوح. عندك من الاتنين. هتقول له موافق. تحديد الموقع قبل نفاذ البطارية. وتحديد الموقع قبل اغلاق الجهاز. ممتاز هيك. هتكون مفاعل عثور على الجهاز. وتحديد الموقع قبل النفاذ البطارية. وقبل اغلاق الجهاز. شو بيقول له هدول بيقول انه الابلاغ عن معلومات الموقع تلقائيا عندما تكون البطارية منخفضة. والابلاغ عن معلومات الموقع تلقائيا عند الضغط مطولا على زر الطاقة قد يفشل تحديد الموقع إذا كان اتصال الشبكة ضحيف. تمام؟ هدول بتكون يفعلهم تماما تماما. لو جيت على المكان هذا التفاصيل للأذنات هيعطيك يقول لك الشو هي تفاصيل الأذنات؟ بدك تسحب الموافقة يعني أنت سحبت أكلتهوى ولا كأنك عملت حاجة. هنيجي نرجع إذن الآن العطور على جهازي. الميزة هي مفاعلة. هيها وعندك هنا نرجع العطور على الجهاز. أمورك مشغل. والعطور على الجهاز كله في السليم. السليم إبهيك أنت حميت حالك قبل ما إيش تندم. ما تقول يا معلم الحقونا وهدونا الجهاز. نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام